تفقد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم العبود الحريزي ومحافظة المهرم محمد علي ياسر الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول الناتج عن إعصار تيج في مدينة الغيظة واطلع خلال جولتهما على الأضرار الجسيمة في الممدلكات والخدمات العامة جراء الإعصار وعلى الجهود المبذولة ليواء المتضررين ووجه المحافظ بن ياسر الجهاد المختصة بضرورة سرعة فتح الطرقات والشوارع هذا هو ألحقة الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياحة أضرار في كافة القطاعة الخدمية ساملة الكهرباء المياه والطرق والاتصالات والأراضي الزراعية